السلام عليكم معكم يزن العتوم من قناة أربتك اليوم رح نكمل في الدرس الخامس من دورة تعلم لغة الجابة في هذا الدرس رح نوخذ عن تحويل أنواع البيانات مثلا نحول من انتجار لدبل أو العكس أو إلى آخره وأيضا رح نوخذ الكومنس أو الملاحظات في لغة الجابة وأيضا رح نوخذ رموز تستخدم مع جملة الطباعة برينت زي ما عرفت في لغة الجابة في عنا داتا طايب معينة بإمكان نستخدمها في تعريف وإسناد قيم للمتغيرات مثل انتجار ومثل دبل أو مثلا بوليان وإلى آخره من أنواع البيانات وكل متغير رح يكون بنوع واحد فقط يأما مثلا انتجار أو دبل أو بوليان أو كاركتر أو إلى آخره من الأنواع ومشان نحول نوع لنوع رح نستخدم الصيغة التالية في البداية رح نذكر النوع يلي بدنا نحول له وهو مثلا عندنا هنا دبل ومن ثم نذكر هنا الإكسبريشن يأما اسم المتغير أو مثلا أو العملية الحسابية بين قوسين مثلا عندنا هنا المتغير إكس وهو من نوع انتجار فرضنا أنه في قيمة value هاي الفاليو مثلا نفرضها خمس اثنين عشرة يلي بدكية وبدنا نحولها إلى دبل عن طريق المتغير واي وتحفظ في المتغير واي فبالتالي رح نعرف المتغير واي دبل واي وهو من نوع دبل ومن ثم يساوي ومن ثم صيغة التحويل وهي دبل بين قوسين ومن ثم بين قوسين والعملية الحسابية أو المتغير إكس والمثال التالي رح يوضح المعلومة بشكل أكبر وهو عبارة عن تتبع ناتج الكود التالي في البداية قمنا بتعريف المتغير إكس والمتغير واي من نوع دبل ومن ثم قمنا بتعريف المتغير بي بنوع بايت والمتغير آي بنوع انتجار والمتغير سي أتش بنوع كاركتر ومن ثم قمنا بإسناد قيمة للإكس بمقدار 10.0 في المتغير إكس و3.0 في المتغير واي وهو من نوع دبل ومن ثم قمنا بتحويل قيمة الإكس على واي إلى قيمة انتجار ومن ثم قمنا بحفظها في المتغير واي وهو من نوع انتجار ومن ثم قمنا بطباعة system.out.printl قمنا بطباعة الاي ومن ثم مرة أخرى قمنا بإسناد قيمة للآي من نوع انتجار وهي مية ومن ثم قمنا بإسناد قيمة التحويل الآي اللي هي مية إلى بايت ومن ثم أسندناها إلى بي ومن ثم قمنا بطباعة قيمة البي ومن ثم قمنا بإسناد قيمة الآي إلى 399 والآي هون من نوع انتجار ومن ثم قمنا بتحويل الآي إلى بايت ومن ثم سيئناها مرة أخرى في المتغير بي وقمنا بطباعتها ومن ثم قمنا بإسناد قيمة الآي وثمانين إلى المتغير بي والمتغير بي هون هو من نوع بايت ومن ثم قمنا بتحويل الرقم ثماني وثمانين إلى من وهو نوع بايت إلى نوع كاركتر وسيئناه في المتغير سي أتج وقمنا بطباعته طيب خلينا ننفذ البرنامج وراح يطلع معنا الناتج التالي خلينا نتبع الكود أول بأول ونعرف ليش النتائج طلعت معنا زي هيك في البداية زي ما حكينا هنا في عنا تعريف المتغيرات ومن ثم هنا إسناد في البداية جملة الطباعة الأولى اللي هي print i راح تكون قيمة i بشكل التالي i تساوي int يعني تحويل قيمة x على y إلى int ومن ثم حفظها في المتغير i قيمة x هون عنا عشرة وهي من نوع double وقيمة y قيمتها ثلاث وهي من نوع double فعشرة تقسيم ثلاث راح يساوي ثلاث فاصل ثلاث 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 قيمة x على y هون ثلاث فاصل ثلاث 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 يعني قيمة عشري أو قيمة double ومثم حولناها لانتجر والانتجر حكينا هو عدد صحيح لا يقبل الأعشار وسيفناها في المتغير i وطلع الناتج معنا ثلاث طلع الناتج معنا ثلاث لأن المتغير انتجر وقمنا بتحويل ثلاث فاصل ثلاث 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 إلى انتجر فبالتالي الأعشار يلي بتيجي بعد الفاصل يتم حفظها ومباشرة يتم تسييف الرقم ثلاث في المتغير i ومشان هيك طبعا قيمة الثلاث في السطر يلي بعدي قمنا بتعيين قيمة المية إلى الآي ومن ثم قمنا بتعيين قيمة البي عن طريق تحويل الآي اللي هي مية إلى قيمة بايت ومن ثم حفظناها في البي وطلع معنا الناتج مية وطبعا زي ما انتو عارفين انه البايت هو عدد صحيح وبالتالي ما رح يصير فيه أي تغيير بينتهم ومشان هيك طلعنا قيمة المية خلينا ننتقل للسطر البعدي اللي هي عرفنا قيمة الآي بثلاثمية وتسعة وتسعين فبالتالي بي تساوي بايت آي يعني قمنا بتحويل قيمة الثلاثمية وتسعة وتسعين إلى قيمة البايت أو إلى متغير بايت ومن ثم قمنا بحفظها في البي وهو متغير بايت وطلع معنا الناتج مينس مية وثلاثة عش طيب ليش ما طلع معنا ثلاثمية وتسعة وتسعين زي ما طلع مثلا معنا بالمية وهذا سببه لأنه زي ما حكينا في الدروس الماضية إنه البايت إلو حد معين من الأعداد اللي بتقدر يتخزنها فبالتالي طلع لنا هنا مينس مية وثلاثة عش وهو الفرق بين أعلى رقم أو حد بيقدر البايت يحفظه ونقصه من قيمة الثلاثمية وتسعين فطلع معنا مية وثلاثة عش مينس مية وثلاثة عش خلينا ننتقل للسطر يلي بعديه وهو بي تساوي ثمانية وثمانين وقمنا بحفظ رقم ثمانية وثمانين في المتغير بي وهو من نوع بايت ومن ثم قمنا بتعريف المتغير سي أتش وقمنا بتحويل البي اللي هي ثمانية وثمانين إلى كاركتر يعني رمز أو رقم ومن ثم قمنا بطباعته وطلع معنا الناتج إكس كابيتل وسبب إنه طلع معنا إكس كابيتل لأنه الكاركتر أو المتغير سي أتش هو من نوع كاركتر وزي ما حكينا هو بقبل يا إما رمز أو حرف كابيتل سواء كابيتل أو سمول والرقم ثمانين هو يكافئ الحرف إكس كابيتل في نوع الكاركتر وكل رقم يكافئ رمز أو حرف معين في الداتا طايب الكاركتر أو المتغير كاركتر مشان هيك الرقم ثمانين يكافئ الإكس كابيتل طبعا الإكس كابيتل يختلف عن الإكس سمول الإكس سمول إلو رقم معين والإكس كابيتل إلو رقم معين وكذلك باقي الحروف لو قمنا هون بتغيير مثلا الرقم ثمانين مثلا حطينا مية وقمنا بعمل رن أكيد رح يطلع معنا حرف ثاني وطلع معنا حرف دي سمول معناها الرقم مية هو يكافئ دي سمول من نوع كاركتر طيب خلينا ننتقل لموضوع آخر وهو الباك سلاش كاركتر والباك سلاش كاركتر يستخدم مع جملة الطباعة ابرينت وكل رمز منه بعطينا عملية معينة في الطباعة مثلا باك سلاش سينجل كوتيشن بعطينا طباعة للسينجل كوتيشن أما باك سلاش دابل كوتيشن بعطينا طباعة للرمز دابل كوتيشن مثلا باك سلاش حرف تي سمول بعطينا طباعة لفراغات مجموعة من الفراغات باك سلاش أن بينتقل لسطر جديد أو بيعمل طباعة لسطر جديد ومشان نفهم الbackslash character رح نأخذ المثال التالي وننتقل مباشرة إلى برنامج الإكليبس في هذا البرنامج عنا ثلاث جمل طباعة للprintln في البداية قمنا بعمل backslash ومن ثم single quotation ومن ثم backslash double quotation وطبعا كله رح يكون بين double quotation ومن ثم قمنا بطباعة الفيرست لاين ومن ثم backslash n ومن ثم second line ومن ثم في جملة الطباعة الثالثة حرف ال-a capital backslash t حرف ال-b backslash t ومن ثم حرف c ولو قمنا بتشغيل البرنامج أو النتائج التالي في البداية زي ما حكينا أنه رمز الbackslash single quotation رح يطبع لنا single quotation زي ما أنتم ملاحظين هون والbackslash double quotation رح يطبع لنا double quotation طبعا ممكن حدا يستفسر يحكي أنه ليش كتبنا الbackslash مع single quotation أو double quotation ليش ما كتبناها لحالها لأنه الجاذة رح يتعرف عليها بشكل خطأ فبالتالي رح يطلع لنا error ولو جربنا مثلا شلنا double quotation وقمنا بتشغيل البرنامج رح يعطينا error زي ما أنتم شايفين باللون الأحمر وهذا سببه أنه البرنامج ما بيقدر يفرق هل هو نوع string ولا character ولا شو بالزبط أو شو يطبع بالزبط مشان هيك إحنا منستخدم الbackslash لما بدنا نطبع double quotation أو single quotation وأيضا هون لما قمنا بطباعة الفيرست لاين ومن ثم backslash n الbackslash n هنا سطر جديد فمشان هيك طبعا لنا في البداية فيرست لاين ومن ثم سطر جديد ومن ثم طبعا لنا السكند لاين مع إن هم موجودين بنفس البرنت طيب في عنا الجملة الثالثة حرف الA capital ومن ثم backslash T زي ما أنتم شايفين طبعا لنا حرف الA ومن ثم قام بطباعة مجموعة من الفراغات ومن ثم قام بطباعة الحرف B ومن ثم مجموعة من الفراغات ومن ثم قام بطباعة الحرف C وهي الوظيفة الخاصة بالاسلاش T إنه يقوم بطباعة مجموعة من الفراغات طيب خلينا ننتقل للشغل الأخير في درسنا اليوم وهي الملاحظات أو الcomments والملاحظات الcomments بتم كتابتها من قبل المبرمج مشان يسهل عليه في فهم الأكواد يلي كتبها مثلا في عنا مجموعة من الأكواد مكتوبة في 100 صفحة وكل كود بيعمل إشي معين فمشان المبرمج يسهل على حاله في تحليل الكود ويعرف شو كل كود بيعمل فبكتب مثلا بجانب كل كود ملاحظة أو comment في عنا مثلا النوع الأول واللي بيبلش بالسلاش سلاش ومن ثم تكتب أي كود بالدكية أي نص أي أرقام يلي بالدكية ومن ثم بدك تكتب مثلا سطر جديد تستخدم أيضا سلاش سلاش يعني سلاش سلاش فقط تصلح لسطر واحد ولازم تذكرها في كل سطر أنت بدك تكتب فيها ملاحظات أو comments وفي عنا النوع الثاني بيبلش بالسلاش ومن ثم نجمه وبتكتب أي شيء بدك إياه ولما تخلص تنتهي بنجمه ومن ثم سلاش خلينا نجرب مثلا النوع الأول ونكتب أي شيء في برنامج الجاذا نكتب دابل سلاش ومن ثم نكتب مثلا أربتيك كملاحظة ومن ثم دابل سلاش ومن ثم 2021 ولو قمنا بتشغيل البرنامج ما رح يطلع لنا أي ناتج لأنه الكمنت هي فقط للمبرمج ومشان تسهل على المبرمج وما بتظهر في أي نتائج من البرنامج وأيضا لو جربنا النوع الثاني بدل الدابل سلاش نستخدم سلاش نجمه ومن ثم نجم سلاش ومن ثم من حب بيناتهم الأكواد ومن قوم بالتشغيل لو ما رح يعطينا أي شي أهم شي أنه يبلش ب سلاش نجمه وينتهي بنجمه سلاش وهيك بنكون كملنا شرحنا لليوم بتمنى يكون الشرع عجبكم وإذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتعملوا شير للفيديو ونشوفكم إن شاء الله في الدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته